أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الواحد القهار العزيز الجبار المتفرد بالجلال والإكرام الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد الحمد لله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله الحمد لله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله الحمد لله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله الحمد لله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خلق ورزق وعلم وألهم وهدى للتي هي أقوم وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقرة أعيننا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم نشهد بأنه أدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة ومحى الظلمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك ولا يضل عنها إلا ظالم أما بعد أيها الأحباب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومع اتصالات إخواننا وأخواتنا المشاهدين والمشاهدات مرحبا أهلا سلام عليكم وعليكم السلام مرحبا الله يبرك فيك شيخ عندي سؤال تفضلي مرحبا بالنسبة سجد تلاوة نعم أثناء قراءتي للقرآن عندي سؤالين سؤال الأول هل مفروض علينا حط خمار تكون تقابلني سجد أثناء تلاوة يعني تكون تقرأي قرآن في البيت وجيك تسجد تلاوة تسجدي صح صح سؤال الأول يعني tenor سؤال الأول خط خط خد يقدروا للasters into this في هذا الأمر به ها هكذا القضية اهه والسؤال الثاني أثناء مثلا كين صلي السجد وارط الصلاة ، يا خي يعني يعني ومعنا في العاشر كنا نصليت يعني بارك الله في الشخ سأهمني في هذا الحمد إن شاء الله ستسمعين الإجابة بارك الله فيك شكرا رجلتك الله كلها خير شكرا بارك الله فيكم إذن السائلة تسأل عن سجود التلاوة كما تعرفوا في القرآن الكريم كين واحد السجود يسموه سجود التلاوة الإنسان لما يلحق لهذا الآية النبي صلى الله عليه وسلم ما سجد ونحن نسجد والعلماء يقولوا بأن سجود التلاوة حكمها أنها سنة حكمها أنها سنة سنة إذا الإنسان سجد عليه أجر إذا ما سجد لا يثمع عليه أدي الأمر الأول الأمر الثاني العلماء يقولون أنه يشترط في سجود التلاوة ما يشترط في صحة الصلاة كما قال الشيخ العلامة خليل بن إسحاق الشيخ خليل في مختصره يقول سجد بشرط الصلاة أي سجد سجد التلاوة بشرط الصلاة بلا إحرام وسلام قارئ ومستمع فقط واشيقول الشيخ خليل شيخ خليل سيدي خليل رحمة الله عليه خليل بن إسحاق المصري المالكي كتابه المختصر خليل هذا الكتاب العظيم الذي قيل عنه من لم يقرأ خليل فافقه عليل واشيقول سجد بشرط الصلاة إذن سجد التلاوة يشترط فيه ما يشترط في صحة الصلاة إذن سائل نقول لها انتهاكت قرأي مثلا في الدار ونقول لها لازم تكون متوضية المصحف يتمسي لازم تكون متوضية توضى يشد المصحف الآن جد سجد التلاوة لا لابد دير الخمار لأنه يشترط في في السجود تلاوة ما يشترط في صحة الصلاة بي تسجدي سجد التلاوة دير الخمار ويسجدي سجود تلاوة الله أكبر وتهويل السجود ثم الله أكبر وترفعي كذا يقول العلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى إذن ماذا يقول الشيخ خليل ساجد بشرط الصلاة بلا إحرام ما كاش إحرام كين تكبير الأولى كين تكبير الثانية وما كالسلام كين تقول الله و اللهك ما تقول كين ترفع تقول سلام عليكم لا ما كاش تكبيرت إحرام وما كاش تكبيرت سلام كين تكبيرتين تكبير الأولى تكبيرت الهوي إذا قلتها ما قلتها صحيحة التكبيرة الثانية هي تكبيرة الرجوع فقط هكذا يقول العلماء علي محمد الله تبارك وتعالى إذن قال بشرط الصلاة إذن ويشترط فيه يشترط فيه الطهارة يجب أن تكون توضي هذه واحدة طهارة الحدث الصد الثاني طهارة الخبث إذا كان مثلا في ثوبك نجاسة يجب أن تنحيها واضح طهارة الخبث وكذلك استقبال القبلة إذا كنت تقرأ قرآن من المسدبل القبلة إذا تجد تشجد استقبل القبلة واسجد نعم كذلك سطر العورة إذا كان مرة نقول لها إذا تصلي تكون يتقرأ قرآن وانت ما يشي لبسها خمار إذا تسجد تلاوة اللبس للخمار والسجد يسجد التلاوة هكذا يقول العلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى الشطر الثاني من السؤال هي تسأل تقول بعض إحنا أنا بعد نقرأ القرآن مثلا للحق صورة مريم وللحق صورة سجدة اللي فيها السجود هل نسجد بعد الفجر ولا ما نسجد أول حاجة لابد أن نبهو أختنا ونبهو المسلمين بللي كين واحدة تفصيل منيح نتعلموه واحدة تفصيل منيح يتعلموه الناس بللي النافلة بعد الصبح مكروها النافلة بعد الصبح مكروها وبعد العاصر مكروها النافلة يعني بعد الصبح الإنسان صلى الصبح ما يصليش النافلة حتى تطلع الشمس حتى تطلع الشمس قيدها رمح كذا يقول العلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى لكن كينوا حد تفصيل العملة واش يقولوا النافلة مكروها إلا سجود التلاوة والجنازة وخشوا لي مكروها لما يجي وقت الإصفار الإصفار بالسين وليس بالصاد يوم يصفروا عن الوجه يعني كتكون حوالي ربعين دقيقة بعد الفجر يبدأ يددوا خفيف موجود على الشمس على الطلوع يسموه الإصفار كتشوف أنت الواحد يبان لك وجهه يسموه وقت الإصفار حينه إذن يولي يكونوش مكره أنت مدام بعد الفجر مباشرة خمس دقيق ولا عشر دقيق ما عليش جاهزوش تلا وأسجد حبيت تصلوا جنازة بعد الفجر ما عليش يجوز أما الإصفار إذا جاء الإصفار لا يولي كوروش مكره ما فيها النفل وصلاة الجنازة وسجد تلاوة الآن لما تطلع تشرع في الطلوع هنا العلماء إذا شرعت في الطلوع هنا يولي النفل العلماء يقولهم حرام أي تشرع في الطلوع وعلاش لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما رواه النسائي لا تتحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها فإنها تطلع بين قرني الشيطان إنه في هذا الوقت في الطلوع كاين لعبد الشيطان ولي عبد الشمس يسجدون الشمس واضح إحنا أمرنا باش هذا الوقت حرام علينا الصلاة وحرام علينا كذلك سجد تلاوة وقت تشتولي مكروها لما القرص تع الشمس يظهر لما القرص تع الشمس يظهر يقول لي مكروها وقت تشتولي النافلة مباحة لما ترتفع الشمس قيدة رمح ترتفع قدرة 12 شبرا يعني حوالي 4 ساعة أو 20 دقيقة بعد الشروق كنت الشروق مثلا على 8 غربع إزلا 20 دقيقات 8 و 5 صلي النافلة كذا يقول العلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى في العاصر نفس الشي في العاصر النفل مكروه إلا سجود التلاوة والجنازة حتى الإسفرار يعني حوالي 40 دقيقة أو لنص عقب المغرب واضح يقول لي كلش مكروه لما تشرح في الغروب يقول لي النفل حرام حتى تغرب الشمس كي تغرب الشمس حينئذن بعد أدائك صلاة المغرب تحل النافلة إذن قول الأختنا نعم يشترط فيه سطر العورة وفي السجد التلاوة وكذلك إذا أردت أن تسجد بعد الفجر فلكذلك ما لم يصل إلى وقت الإسفار السؤال الثاني الأخ سامير من ولاية خنشلاوة هي طيبة لأهل نبي ولاية خنشلاوة يقول شيخنا الفاضل دخلت المسجد ولم أصلي الظهرة فصليت مع الإمام العصرة ثم أعدت الظهرة هل أعيد العصرة أم لا بارك الله فيكم هنا سامير واش يقول يقول بلي دخل الجامع دخل الجامع باش يصلي الظهور وما زال ما صلت الظهور كان أذن ما لا أقيمت الصلاة كما تعرفوا بلي لما تقام الصلاة لا صلاة إلى المكتوبة كما جاء في حديث البخاري إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلى المكتوبة واش نقوله لو صلي العصر ما تقلش أنت يتشتغل بالظهور والإمام في الجامعة وكان لك بره ما عليش صلي على روحك فتدخلت الجامعة الحرم المسجد لا صلي مع الإمام صلي مع الإمام لأنت يا كسلم الإمام تعاود الظهور دعم تعاود الظهور وتعاود العصر لماذا؟ لأنه بين الظهر والعصر مشتركتي الوقت مشتركتي الوقت أي لا تصح الثانية إلا بعد الأولى شرط واجب وشرط بخلاف المغرب مثلا تدخلت المغرب ومسجد العصر عادي عاود غير العصر لأنه بين العصر والمغرب فالترتيب هو واجب غير شرط هكذا يقول العلماء عليهم ورحمة الله تبارك وتعالى إذا عاودوا أخونا سامير من خنشلا نقولوله ما دم أنت دخلت قيمة الصلاة للعصر أنت عليك تصلي العصر ما يجبك تشتغل بالظهور لا صلاة إلى المكتوبة تصلي العصر بعدها وش تدير تعاود الظهور وأربع ركعات يجب تعاود العصر وليس تعاود العصر للترتيب لأن الترتيب المشتركتين الوقت بين الظهر والعصر هو واجب وشرط والله نسأل أن يهدينا سواء السبيل والله نسأل أن يغفر الذنوب ويستر العيوب ويفرج عن الكروب والله نسأل اجعل بلدنا آمين وسائل بلاد المسلمين وصل اللهم وسلم وبارك وتكرم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم جميعا